طب الجزء الفني النسبي ايه هو? لازم نشوف موسيماني ندخل فنيان في المباراة النهاردة اتعامل ازاي مع المباراة. موسيماني احمد حاخد منه حتة مهمة جدا. زاكر كويس قوي مش سانداونز جمان في البطولة الحالية. سانداونز اللي خرج امام فيلر. يعني هو شايف المباراة دي كويس قوي وده يدل ان المدرب بيشتغل. انا خرجتي ليه? ايه اللي حصل? وايه اللي خلاني بكل مميزاتي? وانا شايف مميزات فريقي اخرج. فهو كان عارف كويس قوي. فزي ما موسيماني قال لكم عاد استنساخ الفكرة بتاعة محمود متولي. محمود متولي في المباراة دي. طيب. لو انا هبص على النتائج الدفاعية للمباراة. هشوف ان موسيماني تفوق حتى على مباراة فيلر. ليه? لان المباراة الاولى امام سانداونز مع فيلر كان دفاعيا اتعامل علينا خمستاشر محاولة وخمستاشر محاولة النهاردة برضه. بس ان تارجت النهاردة فيه كان محاولة. عندنا ان تارجت النهاردة اربع محاولات بس. في مباراة فيلر كان سبع محاولات. طيب الاهداف المتوقع يا اسامة في المباراة بتاعة فيلر كانت عدة التلاتة. هنا واحد. يعني نتيجة كبيرة كنا ممكن نخرج بيها. النهاردة لا واحد. فده حصل ازاي في المباراة؟ ده حصل في المباراة اللي انت قلته. اتمنى بقى تشرح للناس الفكرة. وهي محاكاة فكرة متولي في وجود ربيعة من خلال اماكن استخلاص الكرة. يا اسامة قبل ربيعة ممكن اتكلم فيها. ممكن اماكن استخلاص الكرة للفريق ككل. بص هو الفريق ككل فكرة استخلاص الكرة. واللعب على اتنين سرعة زي محمد شريف وصلاح محسن كان ممكن يكون في المرتدات نقدر نعملها بشكل جيد. ولكن كان هدف بيت سمو سماني ان هو ايه في المنطقة الامق. وده الدور الكبير اللي لعب وقرامي ربيعة النهاردة. ده استخلاص الكرة للفريق ككل. بالزبط هي المنطقة اللي تقريبا هي المنطقة المصدر كوعا بسان داونز. وطبعا دور ربيعة في المنطقة دي كان قوي جدا واكتر عدد من استخلاص الكرات كان في الزون 14 بسارة بوجود ربيعة. لو جبنا استخلاص ربيعة الواحدة بقى الصورة اللي بعد كده ايه زي ما حرقنا شايفين. طبعا ربيعة استخلاص في المنطقة دي تلات كرات من اصل تسع كرات. غير زي ما قلت اللي استعانى ليه برامي ربيعة. برغم ان البعض كان بيفكر في اكرم توفيق. قلنا طول القامة واللعب على الكرات العالية. وطبعا سان داونز بيقدر يتعامل مع الكرات العالية بكفاءة. يمكن حتى الهدف اللي يعني تسجل في مرمانة كان من ركنية وكان من عرضية كرة عالية. لكن طبعا طبيعي جدا تحت ضغط فريق سان داونز تستعمل اداب. لكن في النهاية نتيجة ايجابية جدا. بيت سموسيماني حقق العلامة الكاملة حتى هذه اللحظة. عايز تحاسب بيت سموسيماني. قول ان بيت سموسيماني واخد دوري ابطال افراقية. بيت سموسيماني حقق كاس مصر. بيت سموسيماني حقق برونزية كاس العالم الاندية. بيت سموسيماني في الدور قبل النهاء الدوري ابطال افراقية. بيت سموسيماني متاح لي ان هو يتصدر الدوري في حالة الفوز في الاربع مباريات المؤجلة. زي ما قال فارس مختلفين ممكن على الاداء. ولكن في النهاية انت نادي كبير نادي بطولات. وبالتأكيد بيت سموسيماني محتاج الوقت ان هو كمان يطور الاداء. لان بيت سموسيماني جاء خلال 8 شهور فقط لغير. لكن اعتقد اي معيار عادل لتقييم بيت سموسيماني فهو ناجح بامتياز. ترجمة نانسي قنقر